أصدقائي السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بخير و لا خير أمور لكم طيبة سأشعر مهمة بثائف لماذا؟ لأننا سنرى واحد درس عن علاقة بـ Study Skills كنت صراحة ننسيته لأن كنت تحطيه في البرامجة الدروس لأنني سأخدم بالنسبة لـ Study Skills و قلت أنني سأضع لكم إدابة لذا كان أعتذر بالنسبة للأصدقاء لماذا لم أدرس بصراحة بصراحة كان خاف أن أضع بصراحة مثلا لديل شي صديق معين صديق الآخر يقول لي لماذا لم أدرس بصراحة لم أدرس بصراحة بصراحة لأنه يأتي صراحة بصراحة يومين و ثلاثة أيام يوصل صراحة إلى القدف والشتم لا أعرف ما أدرس بصراحة سبحان الله أنت كذلك في سبيل الله و الناس يأتي بصراحة الإنستغرام المهم هو أن يضبع رأسه من أجل الذين يهمنا الأصدقاء الذين يتبعون معنا سوف نضغط أخي سوف نرى الإنسان كيف يخدم هذا و يكتبونه و ترون كوباكو و سوف ننضغط أخير على ما يفعل في يوتيوب و إذا كنت يأتي كفزيز فيديو سهل خمسة دقيقة، عشرة دقيقة، عشرة دقيقة و تدرس و تقلقونه و يتفرجون فيه فيديو لا ترى إشهر في الإناليتيك القناة يجب أن ترى إشهر و تقلقين الاشهر و تسعي دمائما لذلك نقول أصدقاء الله رحمكم الوالدين حاولوا ما يتصبروا ومعامور الإنسان يبقى يتصرف الحكم على الآخر حتى يكون يعرفوا شخصيا لهذا لهذا الهضرة ديالي أنا مجالي امتبع معي وانا ما كيهمني صراحة أي واحد يعني يقول شيء حاجة ولا لأنك يبقى تكشبينه من الخلقه لانما ما هذا أصلا تقابح معه وانا كيهمني الأصدقاء النقيين والحمد لله قال لي معي في القناة نقيين الأغلبية ما كيكونش دير أصلا أبوني هو الذي يدخل يعني يدير هذه المشاكين ولا كيبقى يدير هذه الكومنتر ومشيكي كومنتره في القناة كيستفتورية في الإنستغرام لهذا الله يحميكم أيضين ركزوا معنا نحن مستمرين في السلسلة رأي أقسم بالله يا ما عنديش فيها ربح لأنكم بغيت أنا مثلا ربح رأيكم معرفين في اليوتيوب شنو ندير فيه ندير دروس سعلم لغة الإنجليزية غندير منتاج ونقادر ندير هذا الشيء ونقادره أنا بغيت نعاون في سبيل الله الناس اللي هما عندهم مشاكل لهذا كنقول لهم بارتاج القناة بمعنى فقط شارين ان كارين يعني أنت أكدر شارين وكتكون مهتم لأنكي الناس خرين مساكنك يعاني لهذا الله يحميكم أيضين شوية التركيز ومع أموركم تقوى تصرف الأحكام دي لكم وسمحوا لي على هذا الانتروتاكشن هادي كان ضروري يخصني قرارة هذرا لأن كانت حبسة لي يخصني ضروري نخرجها اليوم كيفما كتشوفو عندنا درس مهم كيفما قلت بالنسبة لهذا الموضي لهذا الان شاء الله عندي وحدة برمجة غندي لكم وحدة المتحان ديالو الفكرة اللي مرهد شي هو أنه كل فاكشنو كتقرأ لهذا انت أو انتي سمحوا لي لكن هنضرب ززاف لانا ممكن ان ندير فيديو ونطلع في خمسة دقيقة ونمشي كي يهمني انت تتفهم عندنا كيفما كتشوفو هنا غنشوفو How To Improve Concentration يعني التركيز And Overcome Procrastination يعني كنا هدرو على كنا نقوله مثلا خير كتأجيل يعني Okay To Delay يعني ولا نقدر نقوله For Example Postponment يعني Postpone أنك تتأجل يعني انه المتحان يلاجك مثلا واحد سؤال عنده علاقة بهذا الشيء هذا بالconcentration مثلا يقول لك صديق ديالك عنده مشكلة study skills كيفاش يعني يطور من تركيز ديالو كيفاش أنه يتغلب يعني هو التغلب على يعني Delay كيفما كنا نقول الكلمة اللي قلنا Procrastination ثم غادي تعرف ان خلال هات التيبس اللي غنعطيك بساعة تحاول تأخذ منه مجوش 3-4-5 باش يهنيوك أنك تفكر بالعربية لهذا ورقة وستيلو خوي اختي تبع معي هاتشي في مصلحتك أولا كيفما كتشوفو أصدقائي غادي نشوفو Controlling Procrastination هي أول point يعني كيفاش أنك تغلب ولا نقدر نقوله كتسيطر على كنقول لحنا بلغة العربية تسويف يعني كنقول غادي ندير دابا نصيب دابا وما كديتها شي حاجة إذن أولا مني كنقول لحنا Procrastination is putting off or avoiding doing something that you must do يعني مني كتدير هذه القادية ديال أنك كتأجل هو أنك كتجنب دير شي حاجة لخصك تديرها يعني كنقول لحنا كتجنب عليها هذا هو واحد definition ديال هاتترم هذا اللي هو Procrastination أوكي delaying ولا تش delay ولا postpone اللي بغيتي لابا فهمنا شنو كان قصدو بهاتترم هذا بطريقة اللي هي simple لابا أصدقائي مش نشوفو الأهم الأمور اللي خسك أنت تركز عليها النهار الامتيحان أول point عدنا work on tasks at the times you work best مثلا انتذا ببغي تعطي يعني واحد الadvice يعني نصيحة ولا نصائح للصديق ديالك غتتتخدم واحدة من هذا يعني هنا كنقدره أنه كتتتخدم على المهام ديالك في الأوقات يعني في الأوقات اللي كتتتخدم فيها بشكل أفضل هذي أول point ثاني حاجة أصدقائي هذي مهمة بزاف اوكي don't try to finish everything at once break tasks into smaller more manageable parts يعني ما تحاوج أنك تسري كل الحاجة مرة وحدة قسم المهم ديالك لأجزاء يعني صغيرة كي سهل عليك أنك تحاول تسيطر عليها وتديرها بوحد طريقة اللي هي مزيانة next point my friends work with a study group ولو يدينا group يعني ستتخدم مع مجموعة وفي هذا point كان نصحك خوية ختي تخدم 75% alone بوحدك والباقي خدموا مع ال group لأن أحسن حاجة تخدم أكثر ال percentage بوحدتك بش هكذا تحاول تخدم على نقدر نقوله فرأيزام الامكانيات ديالك مع ال group فقط كتبك تحاول تحاول حوية وكتبك تسافد من الأفكار للكالكالله وفرأيزام بوحدتك لا تتخدم أجزاء بعض الناس etnext one my friends carefully تحاول تحددهم يعني هنا أصدقاء دياليخسك تحاول تحطوا واحد المعايير معقولة باش تكمل المهم ديالك و المهمة ديالك معقولة بمعنى عند علاقة بالتايم ديالك وعند علاقة بالتاسك ديالك شنو كتدير يعني هنا هدي مهم مبزف هناك تحاول تحطوا أحد الأهداف محددة وحاول تخدم عليها باش تقدم زيان وتمشي نحو تحقيق ديالها يعني نحو تحقيقها بشكل أفضل أوكي موالي أصدقائي كيفما كتشوفو استابلش أكومفرابل أو أكومفرابل بليس إن ويتش تدير يورورك هدي هنا مهم مبزف دائما حاول تخلي لك واحد المكان مريح باش تخدم فيه العمل ديالك يعني المكتب فينك تخدم يعني بليس ديالك فينك تدير البيجين ديالك ولا فينك تخدم تاسك ديالك تكون مريحة لأن منك تكون مريحة يعني مرتاح كي يكون عندك جيد ريزالس أوكي يعني شي كنقوله كومفرابل ما تنقولوش كومفورتيبل أوكي استابلش أكومفرابل كومفرابل بليس نكسوان ماي فرانز أوكي عدنا هنا ويرك فور شورت بريد زف تايم سيت التايمة فور فيفتين منيتس ان تيك شورت بريك وين إيس جوزوف يعني هنا حاول تخدم بوحد طريق اللي عند علاقة بفترات قصيرة يعني ما تزيرش راسك دائما ديال واحد الضبط الوقت ديالك مثلا تخدم 15 دقيقة وخد استراحة قصيرة أوكي يعني تعمر ديالك ممكن قوله التايمير يعني تتعمر مثلا الالرم ديالك مني كي سوني كتتحبس ودائما تتعرف تدير واحد الحاجة شنو هي؟ هو أنها تحاول تأخذ استراحة استراحة مهمة بزاف إراهي لما كانش عندك بريك بطبيعة الحركة غادي تعيه وتحسن بأن كل شي صعب عليك لهذا خد واحد بريك مهم بزاف مهم لبريك مهم نقص الاعظم نقص الاعظم مريكي إذا ما سبقنا قبل؟ اتبه كونها قبل لسطة اعظم يعني الفكرة هو أنه كل نهار ندير واحد القائمة لما هام ديالي فبداية كل يوم مني نبغي نخدم البداية اليوم ديالي مني نبغي نقرار شنو هندير شنو هندير يعني شنو هندير بلأمور اللي هندين خدم علي ما سأفعله، أو ما سأخذيه في النهار هذا حديثي نقوم بكثيرًا لا تتفكر بكما عليك توقف بكثيرًا وبدأ في العمل يعني هذه هي مهمة بثافة يعني الفكرة توقف بكثيرًا وبدأ في العمل يعني دائماً ما توقفش تفكر شونخص كثيرًا يعني شونخصك تخدم توقف أنك تفكر حبس التفكير، وبدأ في العمل يعني دير شوية الـ practice هناك نعرفه Practice makes perfect لا تفكر بزاف عندي هذا المادة و هذا الموضيل إلا فقط أبدأ لأن دائما عندك تبدأ تستطيع طاقة إيجابية لدماغ ديالك و تتغلب على الأفكار السلبية وهكذا تكون قادر أن تنجز المهم ديالك بعيدا عن الخوف يعني تكون لديك تشجارسك بمعنى هذه نتمنى أنكم تخدموا عليها بزيال لأنها مهمة هذه مهمة بزاف الفكرة أصدقائي لي هنا فكر في جميع المزايا منك تكمل مهمة يعني دائما منك تقول أنا غادي مثلا نقرأ هذا الموضيل و لهذه المادة فكر في النقطة فكر في المزايا منك تقول المزايا شيء إيجابية استخدم هذه الأفكار التي تدور في دماغك بشكل سلبي كمحفزات تشجاكك أوكي يعني تدفعك نحو يعني تأتشيف يور ريزال ليرجوز وبطبيعة الحلقة تحط المدى القاصر والمدى البعيد نكس وان ماي فرنزو هادي مهمة بزاف أو كاركزوا معي في هذا البوينت هادي قليل لكي يخدم عليها لأنها مهمة شنو كان قصدوه هنا أصدقاء ديالي أوكي كيف ما كتشوفوا معي عدنا يوز فيجول ريماندرز of what you have to do بمعنى هنا أصدقاء حاولت تتخدم ما يسمى بذلك الأمور المرئية يعفوهم شيء المرئية أوكي المرئية الآن بطبيعة الحال كنت أضروع لأنواع ليرجوال وكيف تخدم بالفيجول وكيف تخدم بالسماع راكين هذا المرئيين يعني التعلم والمتعلمين أنت تتخدم هذا الشكل مرئي ما يريدك تخدمه مثلا ستتخدم الملاحظة وكيف تخدم الأمور التي تخدم بوحدة ستيكرز تتلصقهم مثلا هذه بطبيعة الحالة لا تتخدمون العرب للأسف يتخدمون للشكل التي لديهم شكل ترتيب بحياتهم مرتبة مثلا في بب تلعجاب مثلا في الروتا ما ستطيب يعني بمعنى تديرها في الكمبيوتر معروف هذه السكريين تديرها في المراية التي تشوفها تتعرف ماذا ستتدير هذه البلاسة التي تشوف التي تشوفها فيها تلصق هذه القضية لكي تكون يعني بحلها تقولك ماذا ستدير نتمنى تكونوا فهمتوا هذه لأنها مهمة بثاف أصدقائي لهذا المهمة بثاف ثانيا حاول تقادر البلاسة التي تتخدم فيها البلاسة التي تتخدم فيها يعني المكان التي تتخدم فيها حاول تقادر وحاول تنظمه كيفما قلنا بش تكون كمفورت و بش تحس بأنك كمفورتبل ثانيا حاول تقادر البلاسة التي تتخدم فيها أغلقها تتعرف على تأكد المهمة بضع تحس بأتنظم بسبب الآن يعني بمعنى تركز على أنك تبدأ المهمة مدل أنك تتزالي هذا كيف يقول مثلا عندي الفرض سوف نت lack of a task و سوف نتجد و الدعاء لهذا المهمة ثانيا بسبب الآن يعني التركيز تتبقى تفكر في الزوان يعني دائما كن إنسان كيسا أنه يصل الهدف ذياله بدون تفكير في result أو ما هي النتيجة بدأ بعده يحضر الله في النتيجة أجل يا صحيح نكستوى الرئيسة كيف ترى معي ركزوا معي هنا مزيان فهذه النقطة مهمة لا تنقل كثير من الأشياء لا تنقل كثير من الأشياء ايضا احضر بطريقة فيما تنقل تعرف على ما هي الأمور التي تجعلها تأجل اتذكر بحاجة دقائق لتنقل أو لتنقل بحاجة خطوات مباشرة بشأنها تنقل يعني to avoid ولا تحيدهم وتحاول تشجع رسك باش تقرأ باش فنا أصدقاء ديالي هدل point number one لجلنا controlling procrastination دبغن شو نشوفو concentration Okay my friends دبغن شوفو point number two improving concentration يعني كي باش تحسن من تركيز ديالك نشوفو هدل point باش نفهم ممزيان Many students have difficulty concentrating while studying Being able to concentrate while you are studying is essential to doing well in class and on tests فكرة انه بزاف ديال الطلاب والكلام كي وجود صعوبة في تركيز اثناء الدراسة Okay لان القدرة على التركيز اثناء الدراسة كتاعتبر امر ضروري ومهم باش تحقق واحد الاداء جيد طبيعي الحال في القسم ولا في الاختبارات ديالك يعني في تاس ديالك Okay my friends هنا عدنا here are ten suggestions for improving your study concentration هنشوفو هاش رادي الاقتراحات كيف اجتهال انك تركز بالدراسة ديالك ورقب سيلو خدوهم مهم بزاف اول point study in a quiet place that is free from distractions and interruption حاول انك تدرس في مكان هادئ خالي من المشتيتات التهنية انه تتخربقك ولا شيء واحد يقعطك سواء home سواء for example في الكلاس ولا مع اصدقاء ديالك Next point my friend Make studies skill well that shows what tasks you need to يعني you need to بلما نقول you need to do يعني ادعوا حل جدول الدراسة كتوضح فيه الامور والمهم اللي خصيك تخدم عليها ولا اللي كتحتاجها لماذا؟ Some people work well early in the morning others late at night You know what works best for you بمعنى حاول انك تدرس في الوقت اللي كتحسفي انك انت بخير يعني ماشي واحد يقولك قراءة الصباح ولا قراءة هذه ماشي واحد ديال مجازان دخلوا ونقولك تقدر تكون ادفايس هي لك الاستدية لك اعطي متلا شي اقتراح اذا نخدم على وحدة من هادو Next one my friends Make sure you are not tired and or for example hungry when you study يعني حاول كيف ما كتشوفه ولتأكد من انك مشيعيين ولا مثلا جيان من يتكون تقرأ لحنا بطبيعة الحال اللي يوجع بطبيعة الحال enemies of for example creativity هموا واحد الاعداء ديال ابداء Next one my friends try to do two tasks at the same time حاول هذه مزيانة بزاف تعلم انك كيف ما كتعرفوا اصدقاء ديالي يعني ما تبقاش تدير هذه مهمة ما تبقاش تدير يمكن قوله don't try ما تبقاش تدير جوج ديال task في نفس اللحظة سمحوا لي هنا في هذه النقطة بغيت نقولها مزيان كيمزاف ديال الناس اوكي كيمشي يخدم جوج ديال ليطاش في نفس اللحظة يعني هو يقرأ مثلا for example grammar وفي نفس اللقطة يعني في نفس اللحظة حال مثلا for example reading comprehension ولا شي حاجة اخرى لا ديال موان تاسك اوكي اتشفيت ويخدموه سالي عاد بدا في الاخر اوكي next point my friends break large tasks into a series اتشي اللي كان نوصله ديال of smaller tasks that you can complete one at a time ولا one at a time هادارة مهم بزاف قسم المهام ديالك نقرأ هادو امر بشوي باش تتبع معمزيان قسم المهام ديالك تكون كتيرة اوكي الواحد السلسي للمهام صغيرة علش باش يمكنك تساليها مرة ولا نقدر نقول وحده مرة اخرى ماشي تخدم كل شيء في نفس اللحظة لانا غادي حسب تحسب الاجهاد ومنك انقوله الاجهاد هنا تقدير ما يسمى relax relax يعني استرخي علش it's hard to concentrate when you are for example tense هنا من صعب تركيز منيك تكون متوتر يعني tense زيام 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 النسي يعني الدغط اللهم نقوله في الفرنسي المهام السلسي ليس بعد زيام زيامي للغط ليس بعدها نقوموا على هذه الكلمة نابعة رؤية إذا كانت تحول تصنف عليه الضوائف غير الاخراء explore your mind of worrisome ذات هذا ما ينفع هنا تحاول تصنف الدين ونتقفع ثم فعلهم المقلقة لكنني اقول هما الافكار المقلقة يعني علي دون ووري ووري سام اوكي كينا الكلمة هذي اذا حاول تعقل لهذا البوينت ماي فرين اوكي the last or before the last develop an interest in what you are studying حاول انك تحس بالهتمام بدك شي اللي كتقرع لان منك تهتم كتبدا فيه وكتعطيه وكتكون دي ما عندك الريزالت مزيانة واخير بوينت عدنا ماي فرينت تيك بريكس وينيفر يوفير فاتي جيت بلعني بغيت نسبة فاتي جيت لانا عدنا في اللغة الانجليزية اوكي اجزاوصد ولا فاتي جيت ولا تارد كاينين كاملين حاول تخطيك واحد الفترات ديالا الراحة ولا فترات من انتحس بالتعب مي فرينز اتمنى تشيكون فادكم وفهمتهم زيان دونت بليز فورجيت تشارد تشانل المونجم فرينز سو سيو نكسا ان شاء الله تيد التايم بيد باي